لسه مع اتحاد الكرة اللي أعلن مواعيب مباراة دول 16 في منافسات كاس مصر الخاصة في موسم 2021 و2022 وهيبدأ بلقاء المقاولون والجونة يوم جمعة 1 يوليو واسموحة يلعب ضد كفر الشيخ يوم الثلاثة خمسة يوليو أما في يوم الأربع ستة يوليو هتقام مباراتين طلق الجيش منتخب سويس وفريق بيرامد زيواجي السيراميكا بعد كده يوم الخميس السبع يوليو هتقام مبارات المصري وإستران كامباني وبعد كده هتستكمل مباراة الخاصة دول 16 في شهر أغسطس تحديدا جمعة 12 أغسطس مبارات انبيو وبنك الأهلي يوم الأحد 14 أغسطس مبارات الأهلي والمقاصة وأخيرا يوم الاثنين 15 أغسطس مبارات الزمالك والإسماعيلي طبعا كلنا منتظرين قرار الإسماعيلي النهائي هل هيكمل في البطولة ولا هيبقى في إسرار على قرار الانسحاب اللي أعلنوا انبارح